لازم تاخدوا بالكو ان الشابطر ده مهم الدرجة اللي تتخيلوها يعني المفروض تكونوا حضرتكم مذاكرين وانا هعيد بسرعة النقاط المهمة يعني المفروض تكونوا مذاكرين وانا هعيد النقاط المهمة مبدئيا كده احنا عندنا فيها النيمونيا وبعد كده في الانفلوانزا وبعد كده في بعد بعد في النيمونيا والانترابدومين والكلسترديوم ديفيسيل والسنترال نيرفا سيستيم والانفكتيف اندوكارديتس والسكين انسوفت توشو انفكشن وبعد كده الميديكال والسيرجيكال بروفيليكس كل اللي عايز من حضراتكم وتعرفوه في الشابطر ده هو الرجيم بتاع كل حاجة حاجة تشخصت ببعض المعطيات تعرف الرجيم بتاع الهي لاجه بس في بعض الاضافات يعني مبدئيا الاضافات دي هي ممكن في طريقة تشخيص الحالة يعني النيمونيا لما ناخد عندنا ثلاث انواع من النيمونيا الكميونيتي اكوارد نيمونيا و يقع تحت مسمى النزو كوميال يعني مكتسبة من مستشفى الكمينيتا أكوارد نيمونيا دي واحد بياخد العدوى من المجتمع أنا بحدد المريض هيتعالج في البيت ولا في المستشفى بناء على النيمونيا سيفيريتي اندكس النيمونيا سيفيريتي اندكس تمام فالنيمونيا سيفيريتي اندكس هو عبارة عن بعض الريسك فاكتورز بد نقاط أصاد كل ريسك فاكتور من دولة وكل risk factor من دولة لي points معينة أو points محددة نقاط لو risk factor موجود بجمع النقاط مع بعضها وبعد كده بناء على ال score اللي بجمعه من النومونيا severity index بحدد هل المريض هيتعالج outpatient ولا impatient يعني بناء على النقاط بحدد المريض low risk ولا high risk في السيفيرتي بتاعت النومونيا مبدئيا كده ال risk factor عندك لو هو راجل تضيف سنه يعني ايه يعني عنده 70 سنة تقول كده واخد 70 point عنده 60 سنة واخد 60 point عنده 30 سنة واخد 30 point تمام لو women تقول سنها ناقص 10 يعني لو عندها 40 سنة تقول عندها 30 point عندها 50 سنة عندها كده 40 point بعد كده تشوف لو فيه معطيات تانية هل هو في nursing home resident يعني اللي هو نظام در المسنين تضيف 10 نقاط هل عنده ورم تضيف 30 نقطة عنده liver disease تضيف 20 عنده heart failure تضيف 10 نقطة stroke 10 نقطة renal failure 10 ultra developmental status 20 نقطة لو respiratory rate 30 او اكتر breath per minute تضيف 20 نقطة وهكذا بس طبعا لازم تعرفوا اهم نقاط اللي هو السن السن هيديك عدد نقاط كتير والورم 30 نقطة ووجود arterial blood gases البي اتش اقل من 7 35 يعني فيه asidosis سواء metabolic او respiratory يعني ممكن يجيب لك يقول لك واحد عنده 70 سنة وعنده ورم في الرئة تمام وعنده asidosis respirator asidosis بسبب الورم اللي في الرئة يبقى تدره كم نقطة 70 سنة يعني 70 نقطة فيه ورم 30 نقطة كده 100 وبعد كده عنده asidosis يعني البي اتش اقل من 7 35 يبقى كده كام 130 نقطة بعد كده تروح تشوف حضرتك من الجدول اللي قدامك اللي علمين اللي هو location بتاع الثرابي تمام لو المريض عدد نقاطه اقل من 51 وبعده low risk يتعالج outpatient ولو نقاطه من 51 ل70 برضو outpatient ولو من 71 ل90 برضو outpatient طيب اذا كانت ثلاثة دولة اللي قلناهم low risk ويتعالجوا outpatient طب قسمناهم ليه على ثلاثة قسمناهم لاني بتتقسم لclasses class بتاع المريض فclass 1 scoreه اقل من 51 وده low risk class 2 scoreه من 51 ل70 وده low risk والclass 3 scoreه من 71 ل90 وده low risk تعالج outpatient كل اللي عايزك تعرفه من الاخر كده اعرف لي بس ان هو اقل من 90 يتعالج outpatient اعلى من 90 يتعالج outpatient تمام بس برضو خد بالك يعني كل هدف ان النيمونيا severity index يا جماعة لو جاتني في الكيس هيقول لي مريض سبعين سنة عنده نيبلازم وعنده اسيدوزيس تجمع له النقاط بس ممكن يجيب لك عدد النقاط من الاخر يقول لك البي سي اي بتاعه البي اس اي عفوة طالعك كم نقطة فبناء عليه انت كده حددت فانا اهم حاجة عندي انك تحفظ ال score وما يقابلها كل اللي عايزك تعرفه عشان اسهل عليك احفظ ال score أقل من 90 outpatient من 90 إلى 130 impatient بس medium يعني خارج الرعاية المركزة وفوق 130 ده high risk يعني تعالج impatient بس داخل الرعاية المركزة طيب انا عايز اشوف بقى community acquired pneumonia فيه criteria تانية دي حاجة مختلفة بقى تحدد لك اذا كانت دي severe ولا مش severe community acquired pneumonia severe ولا مش severe severe ولا مش severe دي مالاش علاقة بقى بالlocation of therapy هقول تاني هدف pneumonia severity index انك تجمع score وتعرف المريض هيتعالج impatient ولا outpatient لكن عايز تحدد السيفيريتي بقى هتقول هي severe ولا مش severe بناء على criteria في major criteria يعني لو فيه واحدة منهم شرط توفر معناه ان ده خلاص عنده severe community acquired pneumonia انه غايل بseptic shock ومحتاج vasobressor محتاج ايه نتروبس محتاج حاجات رفع الضغط او عنده respiratory failure محتاج mechanical ventilation يا دا 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 المينرويكريتريا بقى بيبقى فيه اكتر من حاجة مع بعض يبقى ال respiratory rate عالي ويه الاكسجين اللي هو الاكسجين على اه اللي هو رشيو خاصة بالarterial tension بتاع الاكسجين اقل من 250 وفيه multiloper infiltrate يعني loper pneumonia واخده اكتر من loop في الرأة واحنا عارفين ان الريتلوب في الرأة اثنين والليفتلوب ثلاثة تمام؟ فيه confusion او disorientation فيه يوريميا اليوريا اعلى من 20 فيه ليكوبينيا يعني كرات الدم البيضة اقل من اربعة فيه ثرومبوسيتوبينيا البلتلت واعع يعني داخل في سيبسيز داخل في diseminated intravascular coagulopathy فيه هايبوثيرميا فيه هايبوتينشان محتاج فلود رص الستيشن دا المينور كريتريا لازم يتجمع مع بعض انما المينور كريتريا يعني واحدة منهم كفاية عشان تقول ان المريض عنده سيفير كوميونيتي اكوار دينيمونيا ولا الامور واضحة يكتبه دا رخم واحد الشابتر دا يا جماعة ما فيش حاجة فيه اسمها focus الشابتر دا الورق اللي قدامك دا تحفظه زي اسمك تمام؟ لما اجا عالج بقى هركز معايا انا مسهلك الدنيا طريقك ويسا هتعالجوا outpatient قررت بالscore وبالlocation افثرة بالنهاك هتعالجوا outpatient الoutpatient فيه فرعين فرعين معندوش comorbidity او اي risk factor طب ايه هي risk factor دي؟ معندوش COPD معندوش diabetes معندوش chronic renal او liver failure معندوش congestive heart failure ما فيش الكوهوليزم ما فيش malignancy ما فيش اسبيليميا يعني مش مستقص للسبيلين ما فيش immunosuppression طالما مش موجود حاجة من دولة اللي هما comorbidities يبقى تعالجوا بالرجمن اللي هقوله تمام؟ طب ال comorbidities دي هي اللي قلناها طب ال risk factor للميرسا تمام؟ يعني طالما ما عندوش comorbidity ولا risk factor في الميرسا او سودومونس يبقى نعالجوا outpatient يا اما اموكسسيل اللي واحده او دوكسي سايكل اللي واحده او ماكرولايد الوحده الماكرولايد هندي كالريثروميسن او أزيسروميسن تمام؟ لو مش هينفع الماكرولايد بسبب حاجات معينة تدي دوكسي سايكلين طب امتى تدي دوكسي سايكلين بدير الماكرولايد لو في ماكرولايد allergia او intolerance او في resistance من الماكرولايد للنيمو كوكاي النيمو كوكاي عاملة resistance الماكرولايد بنسبة 25% او اكتر او انا خايف من درج درج interaction او اثار جانبية او خايف من كيوتيوب رلونجيشن من الماكرولايد ساعات هتروح تدي الدوكسي سايكل تمام؟ يبقى انت الافضل تدي اموكسي سيكلين في الاول او تمام؟ طيب ده لو ما فيش comorbidity ولا risk factor للمرسى ولا السودومونس طيب لو فيه comorbidities اللي هما قلناهم يبقى هندي كينولونز او ماكرولايد زائد بتالكتام الكينولونز اللي هي الريسبيراتري فلورو كينولون زي الموكسي فلوكساسين الجيموفلوكساسين الليفوفلوكساسين السيبروفلوكساسين لا يعتبر رسبيراتري فلورو كينولون لانه ما بيغطيش الستريبتو كوكس نيموني وملوش لانج بنتريشان كويس يعني مش بيحصل مش بيروح لاللانج بشكل كافي ملوش بنتريشان لللانج تمام؟ ده الكينولون او ندي بديل لها الماكرولايد زائد البتالكتام الماكرولايد وقلناه تمام؟ بس نضيف عليها حاجة من البتالكتام ايه هي البتالكتام؟ بيتالكتام يكون لها خاصية انها ضغط الستريبتو كوكس نيموني لانها من اشره البكتيريا اللي بتعمل كوميونيتا أكوارد نيمونيا يتدي أموكسسلين يعني أموكسسلين كلافيولونيت ياسيفالسبورين منها سيفوتريكسون او سيفيروكزيم او سيفيبدوكسيم يعني ممكن تدي أزيسروميسن ماكرولايد مع أوجمنتن اللي هو أموكسسلين كلافيولونيت او ممكن تدي أزيسروميسن اللي هو ماكرولايد مع سيفوتريكسون أو ممكن تدي أزيسروميسين اللي هو مكرولايد مع سيفيروكزيم اللي هو البيتالاكتام تمام؟ طيب خلاصة الأوت بيشانت ما فيش كوموربيتز والرسكفاكتول لمرسا والسودومونس أو مكسسيلين أو مكرولايد أو دوكسيسايكلين فيه كوموربيتز اللي قلناهم دولة تدي كينولون أو مكرولايد وبيتالاكتام حلوة الكلام ده؟ لو واضحة اكتبوه ده رقم واحد طيب طيب لو هزبتلايزد بس مش داخل العناية يعني حالته هنا ايه؟ من اللوكيشن بتاع الثرابي لإناه ميديام رسك بس هيتعالج إمبيشنت تمام؟ هيبقى هندخله المستشفى بس هنا أنا آي سيو طيب ما مستشفى هنا أنا آي سيو هيتعالج نفس العلاج بتاع الأوت بيشنت اللي عنده كوموربيتز لو داخل المستشفى بس مش جوه العناية هيتعالج نفس علاج الأوت بيشنت بس عنده كوموربيتز اللي هي بس طالما تحجس في المستشفى هتدي له كينلون لو كان قبل ما يدخل المستشفى واخد مكرولايد زائد بيتالكتام هتدي له المكرولايد زائد بيتالكتام لو واخد كينلون قبل ما يتحجس لأنه لا تحجس إلا لما عدى بالمرحلة الشديدة من أو المرحلة اللي هي بنقول عنده كوموربيدي أخد كينلون منفعش أو أخد مكرولايد وبيتالكتام منفعش فلو واخد ريسبيراترو فلورو كينلون قبل ما يدخل هتدي له مكرولايد وبيتالكتام لكن لو واخد قبل ما يدخل مكرولايد وبيتالكتام بره وهو في البيت هندخله ندي له فلورو كينلون تمام بالضبط يا دكتور الرشا الام بيشنط اللي هو 90 من اللي 130 بس مش جوه العناية تمام طيب هتدي له كينلون لو كان هو في البيت واخد مكرولايد أو بديله الدكسوسايكل خلاص احنا عرفناها قاعدة يا جماعة مكرولايد ما ينفعش بسبب الأسباب اللي قلناها هنا هو اللي هي الأسباب دي أليرجي في ريزيستانس أكتر من 25% ودي مهمة سؤال امتحان ريزيستانس أكتر من 25% هجبها لك في الكيس عشان تختار دكسوسايكل تمام فندي الدكسوسايكل مبادئة للمكرولايد تمام طيب البيتالاكتام هي ايه المرة دي بقى وهو البيتالاكتام هتختلف شوي تمام هنددي اما سيفو تريكسون يا سيفو تاكسين يعني بسلن صالباكتام واخد بالك الدوزيس ما تحفظهاش المهمة تعرف للكومباينيش تعرف لأسماء الأدوية انت مش مطالب بدوزيس إلا في الكولوستريديام ديفيسيل توبع عرف ان الفانكو مايسم بدجرعة 125 ميلي جرام تمام هنا مش مطالب بدوزيس تمام طيب الهوزبوتلايزت بقى الموضوع سهل ولذيذ هتدي مكرولايد وبيتالاكتام أو فلوروكينولون زائد بيتالاكتام هتدي مكرولايد زائد بيتالاكتام أو فلوروكينولون زائد بيتالاكتام طيب الفلوروكينولون رأيثناهم عرفناهم فلوروكينولون اللي هو ايه يا إما مكسي فلوكسسين أو جيموفلوكسسين أو ليفو تمام بس في الغالب المكسي والليفو هما اللي موجودين في المستشفات لأنهم I-V جيموفلوكسسين بيبقى أورال فتنام المرض تحجز ما بندش الجيموفلوكسسين يا إما ليفو يا إما مكسي تمام فبالتالي لو دخل عناها مركزة هيبقى البيتالاكتام يا امه سيف تريكسون يا سيف فوتاكسيم يا سيف تارولين تمام كلام واضح لو واضح اكتبوا لي رقم واحد اظن ما فيش اسهل ولا حاجة ملمومة اكتر من كده طيب مدة التريتمنت المفروض على اقل لخمسة ايام على اقل لعلاج الكوميليتي اكواردينومونيا خمسة ايام ولازم يقعد المريض في مطرة فترة العلاج اللي هي الخمسة ايام عشان اوقف واقول خلاص خمسة ايام كفاية لازم يقعد ليومين لثلاثة ايام افبرايل يعني هو لو جاي لسخنه وبدأت له العلاج لازم اثناء العلاج يقعد ليومين لثلاثة ايام حرارته مش عالية يعني اقل من من مية واربعة من عشرة فيهر نعايت يعني تريبا ثمانية وتلاثين درجة سليزيز وكمان ما يكونش عنده في شرط تاني ما يكونش عنده اكتر من علامة واحدة من علامات الكلينيكا الانستابلتي يعني ما عندوش زيادة عن واحدة من اللي هقولهم ان الهارت ريتيو بعالي او الريسبيروتر ريتيو بعالي او السستولي براد بريشان يبقى للي من تسعين او الاكسودشات يوريشان يبقى للي من تسعين على الروم اير تمام طبعا المهم انه ما يتوفرش عنده اكتر من واحدة من دولا لو واحدة نعديها عادي لكن لو بيقي واثنين لا تكمل علاج متوقفش الا لما تقيم تمام وتنصح المريض ان ياخد انفلوانزا فاكسين وننيمو كوكا الفاكسين وافتدخين بس قاعدة هاولهالك فيش وقت قواعد هنا الماكرولايت اللي هو الكاليرثرومايسين وازيثرومايسين ده يتاخد يتاخد فقط لو بتاعة النيمو كوكاي اقل من 25% لو اعلى ندي ايه لو اعلى من 25% ندي ايه لو اللي همك يا دكتورة تسنيم الحمدلله عالسلام فيش اي مشكلة لو اعلى من 25% هندي ايه ها تبقوش بطاق كده رد عليها بسرعة دكسي سايكل بزبط برافو عليك يا دكتورة تسنيم برافو عليك يا دكتورة سلام حلوك دكسي سايكل تمام طيب خبالك عمتا عمتا المريض الهوزبتالايزت انا هنا بتكلم على الامباشنط اللي عنده نان سيفير نيمونيا وخبالك برضو عو سيفير ممكن تحتاج تضيف انتبيوتك اخر لما يكون عنده رسكي فاكتور للسودومونس او الميرس تمام يعني تديله انتبيوتك ليه الميرس اكتيفتي او انتبيوتك للسودومونس لو هو هوزبتالايزت نان سيفير او سيفير هنا كلمة نان سيفير دي مش كفاية يعني هو حتى المهم طالما هوزبتالايزت ان جنرال بواجه عام وفي رسك السودومونس او رسك الميرسة تروح تديله ايه تروح تديله انت ميرسة وانت سودومونس لو في رسك الميرسة تدي انت ميرسة لو في رسك السودومونس تدي انت سودومونس طيب ايه هي رسك فاكتور بتاعت المرسة او السودومونس ان يكون عملنا مزرعة قبل كده للمريض واللي انا عنده مرسة او السودومونس بيريال ريسبراتور ايزوليشن للمرسة او السودومونس او يكون فيه ريسكفاكتور وخصوصا انه تحجز في اخر تسعين يوم في اخر تلت شهور داخل المستشفى او واخد اي في انتبيوتك او بارينترا الانتبيوتك طب ام انتراموسكول تمام طب ايه الانت مرسة فانكوميسن او لينزوليد طب الحاجات الانتسودومونال عندك البيبرس اللي انت زوبكتام السيف بيم السيف تازي ديم ام بي بن ام